السلام عليكم لكاتريا واني شاء الله تكونوا بيان جيناكم اليوم بكل تمارين تعال ناشرة والتحليل ديميلويت حتى الديميل فانتروا رح نديرهم كامل تمارين بتمارين ورح نشرح كل واحد واللزاستيس اللي يطاحوا فيه ورح نحكي لكم على كل واحد وكيفش التعامل مع الاسئلة توروه هكذا ما تنسى اشتبعنا على مواقع التواصل الاجتماعي تيك توك و الانستا و هيا نبدأوا نبدأ بيوم ديميلويت قليئة عدد حيث ا يساوي ا يساوي تنين ناقص جذر ثلاثة الكل استنين السؤال الاول واشنو هو انشرت ثم بسط ا هاين رح نشرون بسطور هادي واشنو هادي عبارة عن متطابقة شهيرة متطابقة شهيرة من شكل ا ناقص ب الكل استنين واش تساوي هادي تساوي ا مربع زوج استنين ناقص تنين في ا في بي شكون هو الآ زوج والب شكون هو الجذر ثلاثة زائد جذر ثلاثة المتشابهة. العدد الطبيعي مع العدد الطبيعي. ربعة مع ثلاثة شرياطينة سبعة. ناقص. ربعة جذر ثلاثة. ارد بالك. بزاف تلاميذ يخطأوا في هات السؤال. وشي روح يجمع لي. الجذر مع العدد. ارد بالك. قد يتشفناها في الجذر. وخلاص. فريناها معها. بل ما نقدش نجمع العدد طبيعية مع الجذر. الجذر لازم يجمعهم غير مع الجذر المشابهة لها. بهذا الشكل نكون وصلت للنشر والتحليل. النشر والتبسيط بتاعت العبارة. اه. سؤال الثاني. ما قال لك؟ قال لك اللي تكون العبارة ا. انا اعطانا عبارة واحد اخرى. عبارة جبرية ا. حيث ا تساوي. شوف معايا. ا تساوي. اكس مربع ناقص. سبعة ناقص اربعة. جذر ثلاثة. سنشوفوا هذه كيفية نخدمها. تبع معايا مليح. فقال. ما قال لك؟ احسب قيمة المضبوطة العبارة ا. من اجل اكس يساوي جذر سبعة. نحن نحكم هذه الاكس. نبدلها بجذر سبعة. ما تحسب لي. حساب. ا. من اجل. اكس يساوي جذر سبعة. نحن اوض قلنا نحن نعوضوا الاكس بسبعة. واش تقول لي. جذر سبعة. استنين. ناقص سبعة. ناقص اربعة. جذر ثلاثة. جذر سبعة استنين. هذا يروح. وش يبقى لي. يبقى لي سبعة. ناقص قبل القوس. وش يبقى لي. تعكس لي. ما داخل القوس. وش يصرى. سبعة مع سبعة. يروحوا على شباسكو بتاعكسين. سبعة ناقص سبعة. زاهره. وش يبقى لي. يبقى لي. يبقى لي. يبقى لي. اربعة. جذر ثلاثة. وانا هكذا نكون حسبت. ا. من اجل. العبارة. من اجل. ا. من اجل. ا. يساوي. جذر سبعة. السؤال. ما قال لك. حل. ال. الى. جذاء. عاملين من الدرجة. الاولى. صح. ال. ا. تعنا. نحن نحن نكتبها. عاية. عاية. نكتبها هنا. ا. من شرح ملاح. ما قالوا هنا. ا ا. هي. ا. ناقص. سبعة ناقص. اربعة. جذر ثلاثة. الآن. عاية. نتقسي. احنا في التحليل. في الفيديو التحليل اللي قدرناه. شفنا التحليل في ثلاث حالة. الحالة الاولى. هو عامل مشترك. حاجتكم بينا. او لا؟ نحن نقسمها عليها. بش نلقاها. شفنا الحالة الثانية هي. هي عامل مشترك. وشفنا الحالة الثالثة. ليه. تعاوى تولي للسؤال السابق. هيا نروح نشوفه هنا اسكو عندي عامل مشترك ما عنديش اسكو عندي متطابقة شهيرة ما عنديش ولكن نلاحظ باللي هذا سبعة ناقص ربعة جدر ثلاثة نشيه هو هذا اهو لا 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 نفسه وش نروح ندير نحيه ونعوضه بالعبارة لأخر جهود هذا منين جاني من هادي سمانا نروح ننحي هذا وش نحط في بلاس تو شوفنا هيا اكس مربع نخلوها هي ناقص هذا نحيه ونحط في بلاس تو العبارة اللي اعطوها ناقص ثنين جدر ثنين ناقص جدر ثلاثة الكل وستنين متفاهمين عودنا ولينا السؤال السابق باش نخرج الان وش راك تشوف اكس مربع ناقص قوس مربع هادي مشتفكرك في هادي هادي مشتفكرك في هادي مشتفكرك في ا مربع ناقص ب مربع لا لا هادي كيفاش نخرجوها تحليل تحوي شنه هو مش هو ا زائد ب في ا ناقص ب تفقين هادي متطابقة شهيرة حالة الثالثة حبي يقول الا هو اكس والبي هو هادي القوس كومبلي ناوح ندروا هالتحليل شورنا عاية اكس هو الا زائد البالي هو تنين ناقص جدر ثلاثة هادي كومبلي فاش مضروبة في اكس ناقص كي قلنا كيكون عندي ناقص وشي صلا نفتح قوس باش نخدم تنين ناقص جدر ثلاثة متفاهمين صح؟ هادي العبارة اسكن قدم بسطها عندي مجهول وعدد طبيعي وجدر وحفيهم يشبه الاخر تواصله هي مبسطة حبي يقول هادي تبقى لي هادي اكس زائد ثلاثة ناقص جدر ثلاثة وهادي واش تقول لي تقول لي اكس هنا نعكس الاشارة زوجرهم موجب وش يقول لي ناقص ثلاثة ناقص جدر ثلاثة راهي سالب وش تقول لي زائد جدر ثلاثة وانا هكذا نكون نصبت تحليلتها العبارة ا ا هكذا نكون نصبنا لتحليلتها العبارة صح نروح لسؤال وش قال لك هل المعادلة نرى العبارة نرى العبارة اكس ناقص 2 جدر ثلاثة في اكس زائد 2 جدر ثلاثة وش تقول لي مشكلة الاسم الناعم قبيل مرأة نصحة هادي دايما في البيان 99% مشي دايما 99% كل اجابة ستلقاها تحت normal اذا ملقيتها ما تكون بالكسة صح الحل هذه تأو يساوي السفر انا وش نحن ندير نحن ندير هذا يساوي السفر او هذا يساوي السفر شوف هادو ما قادرتهم في الفيديو السابق تا التحليل والموت راجح عودوا الدربة له طلّة روي خرجوكم هنا من الفوق عودوا الدربة له طلّة صح هادي وش تروح تديرها تروح تدير اما اكس ناقص 2 زائد جدر ثلاثة يساوي السفر او اكس زائد 2 ناقص جدر ثلاثة يساوي السفر اقواص مشي موهمة هنا سابو صح وش نخلي 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 من هذا الجهة والاعداد هادي وما قادر ندير من الجدر وثنين عادت داين ندوم له كندوم له العكس العملية وش عندي ناقص وش تقول لي زائد 2 عندي زائد وش تقول لي ناقص جدر ثلاثة نجل لهن عندي ايكس وثنين او ما وجب يروح من لهي ولي ناقص ثنين هذا الله سالي بش يقول لي زائد جدر ثلاثة ونصبت الحلول المعادلة وش نقول له للمعادلة حلانهما 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 2 ناقص جدر ثلاثة و ايكس ناقص ثنين زائد جدر ثلاثة ونكون حلية بيام دوميل ويكس تفاهمين ابقى معايا بيام دوميل ناف نكمل الآن مع بيام دوميل ناف اعطلنا العبارة ا حيث ا تساوي بهذا الشكل قالونا ا تساوي 2x ناقص 10 ناقص x ناقص خمسة الكل مربع قالوك انشر ثم بسيط ا هنحو ننشروها جماعا هذا الجيه منشرة وننشر هذه المتطابقة النشرة شوف ما هي قلنا او وش تساوي 2x ناقص 10 الآن قبل ما نضرب في الناقص وتعكس الاشارة رح المتراجحة حبيقه الناقص خليها رح المتراجحة هنا اكس وش تقول لي اكس مربع ناقص 2 تعلقانون في ايكس في خمسة نتفاهمين زائد خمسة وش تساوي لي هذه 2x ناقص عشرة ناقص القانون ما زال نبسطه هذه ماكسهل هذه ايكس مربع ناقص 2x في خمسة ناقص عشرة زائد خمسة وعشرون متفاهمين؟ متفاهمين؟ اكس مربع ناقص عشرة من الاشارة وش تقول لي تقول لي 2x ناقص 10 ناقص x مربع زائد عشرة اكس ناقص خمسة وعشرون من الان هيا نروحوا للتبسط احتل هناك من 12 انا رايح للتبسط جماعة وش تساوي لي؟ نحن نحوص على اكبر اس كنوا اكبر اس ناقص اكس مربع نجي نكتبوه هنا ناقص اكس مربع صحق ثم نروح نحسب لي عندي هذا الاكس وعندي هذا الاكس زوجه العشرة شاريعوني زائد اكس عندي ناقص عشرة مع ناقص خمسة وعشرين كأعداد طبيعية ولا أعداد وشي صار لنا فيهم يعطونا ناقص خمسة وثلاثون وانا حقا نكون لقيت العبارة عن النشر تاع ا اللي هي ناقص اكس مربع زائد 12 اكس ناقص خمسة وثلاثين تفاهمين؟ نروحوا لسؤالي بعده قالك حلل العبارة ا هنا في التحليل كاين حالة بزاف بزاف شابة ورقز معي مليح كيف نحلها وكيف نحكي عليها شوف هنا وش قالك حلل العبارة ا نعود نكتب ال ا معلش ال ا هو ثلاثين اكس ناقص عشرة ناقص اكس ناقص خمسة وثلاثين أنا وش قلت لك انهالي درست التحليل معاود ونولي له درست التحليل تقدر تلقيه من الفوق ويخرج لك هنا كماناته وعمل اوضل فى قليت الىodi واضح 73 والدرس انا صرف تحليل بالمتطابقه وعحبوا الى seminars عدم العبارة نراحو عندي سؤال سابق يتكلم في المشاركات اريد اختيار وعام المشترك نراحو ان Growinginer اخبر هذا الكلام هذا الكلام هذا الكلام هذا الكلام هذا الكلام هذا الكلام ينضرب والكلام يقول انه نخرج في مجاريع هذا الكلام اولا نخرج لعمل مشترك من هذا الجزء نخرجه له هذا الكلام ماذا يكون لداخل تِبقى لي X تحديل ما هو لأخبره woah نقسم عليه 2x قسمها يصبح x الكلام قسمها هذا الجزء يبقى لي ناقص خمسة نكمل العملية تاعي والله هو بالعامل المشترك الإيراني نحوس عليه وهو X ناقص خمسة فهمنا هنا واشتراه حكمنا هذا الجزء شفنا بل هو مضاعف هذا خرجنا منه زوج عامل المشترك باش ملا عندنا عامل المشترك كاقوس نحن جمده لكا X ناقص خمسة وش يبقى للداخل شوف ما هي وش يبقى للداخل كنغطيه هذا وش يبقى يبقى لي الزوج هاولي زوج عندي ناقص قلناك تكون ناقص دائما نكتبها ونفتح قوس هل تفهمين؟ هنو أستنين واحدة منهم خرجناها واش تبقى؟ تبقى واحدة أخرى اللي هي X ناقص خمسة هاين نكملو X ناقص خمسة الداخل وش يبقى زوج ناقص يعكس لكل الإشارات ناقص خمسة زائد ناقص X زائد خمسة هاين نروحو نحسبوها X ناقص خمسة هنا يبقى للناقص X وهنا وش يبقى لنا زائد سبعة وانا كنكملت تحليل اللي رانا نحوس عليه متفاهمين؟ صح هاين نروحو السؤال السابق ها سؤال اللي بعده حل الله سؤال اللي سابق سؤال اللي بعده هو حل المعادلة اعطونا حل معادلة الصفرية واش قالونا هاد المعادلة شكون هي؟ هي X نفس العادلة اللي رقينا X ناقص خمسة سبعة ناقص X واش دارو بين هادزوج قلبوهم باش تولي لهم ناقص جاية في الوصنة واش يصرح نايا؟ كالعادة اما او اما سبعة اما سبعة ناقص X يساوي السفر او X ناقص خمسة يساوي السفر هاين ندو السبعة ملاحية السبعة وشباه ما تقوليش راهو سالبة هذي تاع الاكس نحنا واش كاين كاين الموجق يولينا سالف ناقص X ناقص X تساوي ناقص سبعة ناقص مع الناقص تروح وش يبقى لي X يساوي سبعة الان ناقص خمسة يندوهم لها واش تقولينا X يساوي خمسة حبي يقول للمعادلة للمعادلة حلان هما السبعة والخمسة اس كنت تفاهمي واضح هقد هتكونوكم من البيعام دمينا فليكم البيعام سهل بزاف نروح البيعام لبعدي تبع معي الآن مع بيام دمي الأنس بسكو دمي الأنس لا نضح نشر التحليل الآن مع بيام دمي الأنس تحقق بالنشر أن 2X ناقص واحد مع X ناقص ثلاثة وش تساوي لي؟ تساوي لي 2X مربع ناقص سبعة X زائد ثلاثة قال لك باني بلي هتزوج متساويين بالنشر انت وش تحكم هذه العبارات انشاءها 2X في X تعطينا 2X مربع على الضرب العدد في العدد والX مجهول في المجهول 2 يبقى 2X في X X مربع هكذا هذا في هذا هذا في هذا هذا في هذا هتفاهمين 2X في X 2X مربع 2X في ناقص ثلاثة 2 في ناقص ثلاثة ناقص ستة X ناقص واحد في X وهو ناقص X ناقص واحد في ناقص ثلاثة هو زائد ثلاثة هكذا وش تساوي لي هذه 2X مربع ناقص 6X ناقص ناقص X زائد ثلاثة أردنا منها ويجب أن نقوله وهو المطلوب هتفهمين؟ صح السؤال لي مورا وش أعطاني؟ أعطاني السؤال لي مورا قال لك حلل ال الى جداء عاملين علما أنه مذهلنا بهذه الشيخ شرب معي 2X مربع ناقص ثلاثة زائد ثلاثة ثلاثة ناقص واحد معت ثلاثة زائد اثنان. هنه وش نجي نشوف? نجي بشكل مباشر. نلاحظوا باللي هذا. هو نفسه وهذا. نتفاهمين? ننحيه ونعوضه بالاقواس اللي خرجناه. شوف. هاد الزوج وهذا كيف كده? وهذا يسوي هذا. يقول ننحي هاد العبارة ونحط فلصتها الاقواس لها. وش تقول لنا? ثنين ايكس ناقص واحد ايكس ناقص ثلاثة زائد ثنين ايكس ناقص واحد مع ثلاثة ايكس زائد اثنان. وش ننشوف هنا? نشوف اللي العام المشترك? خلاص روي عيض. اولي. ننين ايكس ناقص واحد. نخرجوه. شوف معي. نجيبوا لهنا ثنين ايكس ناقص واحد. وش يبقى? نفتحه. وش يبقى لي هنا? يبقى لي ايكس ناقص ثلاثة زائد. وش يبقى لي هنا? ثلاثة ايكس زائد اثنان. يجي تلميدي يقول لي السادة عش ما نفتحش قوس هنا? نقول له بباسكو هنا وعندنا زائد. الاقواس نفتحه هاقي يكون عندنا الناقص. علاش? باش نعكس الاشارة مع الناقص. هنا عندي زائد. نخله هابد. نكمل. ثنين ايكس ناقص واحد. وش يبقى لي الداخل? ايكس مع ثلاثة ايكس. ايكس. ايكس ناقص ثلاثة ما زائد اثنين ناقص واحد. وهكذا نكون كملت التحليل تاعد. انتفهمين? الان السؤال السهل ولي عليه نقطة مجانية. حبي يقول اثنين ايكس ناقص واحد مع ايكس ناقص واحد. اه قالوا بيين اللي بلي اه تساوي السفر. قالوا بنا اثنين ايكس ناقص واحد. هل معادلة? ايكس ناقص واحد تساوي السفر. وش نديرو اللي كيف? اما او. صحة. هادي دبراسكم. حسبوها لي وحدكم. القولي النتيجة في التعليقات. هادي جايحة. نسحكم تلقاوها لي في التعليقات. هل تفهمين? وايا تكتب في التعليقات. تحسبها وحدك. وتبع معي البيام لمواراك. نظرنا مع بيام دو مدو ازدركة. اعطلنا العبارة قليل تكون العبارة ا. حيث ا تساوي. شوفنا ايك. ا تساوي ربعة اكس ناقص واحد موربع ناقص ثلاثة اكس زائد اثنان مع ربعة اكس ناقص واحد. الان. ماذا قال السؤال؟ قال لي انشر تم مبسط. هنا بزاف تلاميذ يكون مزلوب و يكون يحسر و يفهم و يبدأ يدير يخرج العام المشترك. بزاف تلاميذ يقرر عندي دارو هاريها. خاطئ. هنا ماذا تروح تدير؟ تجيب قدر السؤال. قال لك انشر تم مبسط. اه ينشره. رح ننشر هذا الجزء واحده. وهذا الجزء واحده. هذا متطابقة شهيرة. واش يعطينا. ربعة اكس ناقص واحد. الكل اثنين. هذا او هذا بي. حبي يقول ربعة اكس. موربع. ما تنساش القوسين. بسكو عندك رقمعين. صحة. ناقص. تنين بتاع القانون في ا. ليهو ربعة اكس. في بي. ليهو الواحد. زائد بي. اثنين. متفاهمين؟ الان. عندي الجزء الثاني. الجزء الثاني واش ندير؟ عندي ناقص. شوف. قلناك يكون عندي ناقص. نفتح قوس. نبدأ. ثلاثة اكس في ربعة اكس. ثلاثة في ربعة. طناشر. اكس في اكس. اكس موربع. ثلاثة اكس في ناقص واحد. ناقص ثلاثة اكس. زوج في ربعة اكس. يعطينا تمانية اكس. زوج في ناقص واحد. ناقص تنين. جماعات. النشر عادي. متفاهمين؟ صحة. الان. ربعة اكس وستنين. وشمو هو؟ هو ستاشن اكس موربع. ناقص 2 في 4 في 1 شوف ايه احنا عندك ضرب الاولوية ليه هي ما سوف تضرب هذا وهذا وها زوج في 4 اكس في 1 زوج في 4 8 في 1 ناقص 8 تبقى هي هي ناقص 8 اكس 1 او 6 2 وهو 1 الان عندي الناقصة وقبل القوس وش يدير يعكس لي كل الاشارة هو يتنحى ويعكس الاشارات اللي لم يدع 9 اكس مربع راهي موجبة وش تولي وليلي ناقص 12 اكس مربع هنه وش تولي لي زائد 3 اكس هنه وش تولي ناقص 8 اكس وهنا تولي لنا زائد زوج الان بعد ما كملت النشق ها نروحوا للتبسيط مربع مع المربع 16 ناقص 12 وش يولي لي يولي لنا 4 اكس مربع هنه ناقص 8 اكس زائد 3 اكس ناقص 8 اكس اي ارضي بالك هنه تروح تنحيلي ناقص 8 اما ناقص 8 عن بالي بلا حديرها ومزلوب لا لا هنا عندك ناقص وهنا عندك ناقص وش تولي لك ناقص 16 زائد لها 3 احتعطيني ناقص 13 اكس مربع الان الواحد والزوج شالي يعطونا يعطونا ثلاثة هذا هو المشروط تبسيط تعلي عبارة ا اسكم تفهمين نروحوا السؤالين بعده سؤالي بعده اش قال لك حلل ا الى جذاء عاملين من الدرجة الاولى الان ا هاي لك هاي نعود نكتبها باش تتبعوا معايا ربعة اكس ناقص واحد وستنين ناقص ثلاثة اكس زائد تنين مع ربعة اكس ناقص واحد ماما هو العامل المشترك رحوا عيط باللي هو ربعة اكس ناقص واحد نجي نكتبوه هنا شوف معايا ونفتح ونفتح قوس هناش عالكين مع ربعة اكس ناقص واحد كين زوج وحدة خرجناها اسمت قوحدة لازم ياك وش عندي عندي ناقص بينتهم قلنا كيكون ناقص نفتح قوس القوس هادو شنحط فيه ربعة اكس ناقص واحد خرجتها يبقى لي ثلاثة اكس زائد اثنان هادي وش تساوي لي اذا ربعة اكس ناقص واحد وحنا ربعة اكس ناقص واحد ناقص قبل القوس تعكس لاشعارات ناقص ثلاثة اكس ناقص تنين وش تساوي لي ربعة اكس ناقص واحد 4x مع ناقص 3x توليدنا x ناقص 1 مع ناقص 2 تعطينا ناقص 3 وانا ها بذا نكون كملت التحليل تهاتي العبارة الان نلحظ سؤال 3 سؤال 3 وش قال لك؟ قال لك حل المعادلة اللي هي 4x ناقص 1 x ناقص 3 هي نفسها اللي رقيناها قالنا حلول هذه المعادلة الصفرية اشتبع معنا 4x ناقص 1 مع x ناقص 3 يساوي الصفر وش نقوله؟ نقوله إما أو إما x ناقص 3 يساوي الصفر أو 4x ناقص 1 يساوي الصفر ها عندنا ناقص 3 ملح وش قال لك؟ قال لنا 3 ها عندنا ناقص 1 ملح وش يقول لي؟ يقول لي 1 سمعنا x خلاص كملناها ها وش تعطينا؟ تعطينا 1 على 4 معنا نحل المعادلة مدتواله عندي ناقص ولا تزائد عندي ناقص ولا تزائد عندي ضرب ولا تقسمة داي من ناقص العملي حبي يقول لنا عندي حلان ليهما x ساوي 3 و x ساوي 1 على 4 للمعادلة فعل حلان هما 3 و 1 على 4 السؤال اللي بعد وش قال لك؟ هل المتراجحة؟ المتراجحة اللي مدهنة وشنو فيها؟ تبع معي مدهننا هكذا 4x مربع ناقص 13x زائد ثلاثة وش راك تشوف نفسها اللي لقيناها مقبيل حنا تبعين باللي ركس حيح غير كمل 4x مربع زائد تسعة وعشرون وش نحن ندير ما علم من جهة ما جاهل من جهة نلاحظوا بالربعة x هذي وهذه يروحوا بسكو عندهم نفس الإشارة وراهم في جهتين مختلفتين سيبون؟ وش تبقالي؟ تبقالي ناقص 13x زائد ثلاثة أصغر أو يساوي من تسعة وعشرون الآن ثلاثة نديرهم لنا وش يقولين؟ راهو زائد وش يقولين؟ يقولين ناقص ناقص 13x أصغر من 29 ناقص ثلاثة شوف زائد وش يقولين؟ ولا لي بالناقص صحا ناقص 13x أصغر من أصغر أو يساوي من 26 الآن وش كين بناتهم تزول؟ وش تقولين لي؟ تقولين لي قسمة 26x ناقص 13 ايه قسمت على عدد سالب قلناها هذه في الفيديوهات تقولين عندي لينستا والتيك توك تقاهم قلتها في الفيديوهات بالليك تقسم على عدد سالب المتراجحة حتى تتقلب حبي يقول كان دائرة منها كانت أصغر تقولين دائرة منها وتقولين أكبر منه إذن x هو أكبر من ناقص 12 أكبر أو يساوي من ناقص 12 وأنا هكذا نكون حلية المتراجحة تعليم هكذا الجزء الأول درنا بيام دوميل ويد دوميل ناف دوميل أنز و دوميل دوز الباقيات اللي بيام إن شاء الله سيكونوا في الفيديوهات القديمة تبع معايب لا تنسى أن تتابعني و لا تنسى أن تتبعني على مواقع التواصل الاجتماعي كان معك سيد عبد المهيمة سلام موسيقى